تحدث الآن مع الناضق العالمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب الأستاذ جهاد المومني من عمان أستاذ جهاد صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا يعني الجديد في هذه المرة بأنه لن يكون هناك أسباقية لمن يأتي أولا سوف يتم إجراء القرعة السؤال الأول لماذا لم يتم اتخاذ هذا الإجراء إلكترونيا التقديم إلكتروني وإجراء القرعة إلى حينه شكرا لكم صباح الخير لكم جميعا سعد صباح بموجب القانون التقدم بطلبات الترشح يجب أن يكون وجاهيا في قانون الانتخاب وبالتالي لا يجوز لا الحضور أو التقدم إلكترونيا كذلك الأمر فيما يتعلق بيوم الاقتراع الحضور يجب أن يكون وجاهيا من أجل التقدم بطلبات الترشح ولا يجوز أيضا الوكالة إلا للمحجورين والمعزولين والمرضى من المرشحين نعم وهذا قانون وليس بإمكاننا أن نخالف القانون نعم طب بشكل عام سألنا سؤال بأنه كم عدد المراكز التي سوف تقوم باستقبال الراغبين بالترشح هل سيكون في مركز لكل دائرة أم يمكن أن يكون هناك أكثر من مركز يعني بعدد الدوائر الانتخابية هناك لجان انتخاب ومراكز لهذه اللجان وتشكلت داخل هذه اللجان لجان استقبال طلبات الترشح بمعنى أن هناك 23 لجنة استقبال لطلبات الترشح في كل دائرة انتخابية هناك لجنة تنتظر القوائم لتسجيلها ومرة أخرى هذه اللجان تنتظر أن المتقدمين بطلبات الترشح على شكل قوائم ولا داعي للتسابق من أجل الوصول أولا لغيات الحصول على الرقم واحد أو الرقم الأخير وهما الرقمان المحبذان عند المترشحين الأمور ستتم بهدوء وسلاسة بعد غد الخميس بعد نهاية دوام يوم الخميس سيكون هناك قرعة والقرعة هي التي ستقرر من يأخذ الرقم الأول ومن يحكذ الرقم الأخير وبقية الأرقام بحضور الممثلين وجاهيا أيضا طب لو حكينا عن بحضور المفوضين نعم بحضور المفوضين طب لو حكينا عن عملية الطعون متى سوف تبدأ عملية تقديم الطعون بعد أن يتقدم المترشحون في قوائمهم للهيئة المستقلة للانتخاب لدى الهيئة المستقلة للانتخاب بموجب القانون سبعة أيام لنظر هذه الطلبات لها أن توافق أو لا توافق طبعا الموافقة لا تحتاج إلى تبرير لكن رفض طلب الترشح يحتاج إلى تبرير عنده يستطيع الشخص الذي رفض طلبه أن يطعن بهذا القرار في المحكمة في محكمة الاستئناف ويكون القرار في هذه الحالة قطعيا بعد أن تنتهي كل هذه الطعون مجلس المفوضين وسيكون بموجب القانون أيضا مكلفا بعكس هذه القرارات قرارات المحاكم في الجداول أو في الجدول النهائي للمترشحين ويعرض وتنشر حتى هذه الجداول في صحيفتين يوميتين وتعرض على موقع الهيئة المستقلة للانتخاب هو جدول واحد لكن في جميع الدوائر سوف نعرض مرة واحدة وبإمكان الجمهور بإمكان الجميع الاطلاع على الأسماء النهائية عندئذ نعم نتمنى أن لا يحدث هناك أي إصابات في المراكز لكن هل وضعتم سيناريوهات في حال حدوث أي إصابات بفيروس كورونا داخل هذه المقرات خلال الأيام الثلاثة القادمة وما هي فرص وجود خيار للتمديد؟ لا يوجد أولا لا توجد فرص للتمديد هذه الأيام الثلاثة مقرّة بموجب القانون وقد حددها مجلس المفوضين بحيث تكون اليوم وغدا وبعد غد لكن لا سمح الله في حال حدثت إصابة في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية اللاحقة في أي من المراكز معنى هذا الكلام أنه سيغلق المركز أو أنه سيكون هناك عملية تعقيم وعودة إلى آخره لكن في كل الأحوال نحن لدينا أولا 10% من الكوادر هي كوادر احتياطية موجودة في أي لحظة يمكن استبدال أي شخص يعمل مع الهيئة في كوادرها ولدينا أيضا مراكز احتياط بإمكاننا أن ننتقل إليها في أي وقت عند الضرورة وبالتالي معروفة أماكنها لا يحدث ذلك لا يكون هناك إصابات لكن إذا حدث لا سمح الله فمعنى هذا الكلام أننا لدينا خطة بديلة نعم نعم يعني هذه الأماكن البديلة هل معروفة أماكنها لدى الراغبين بالترشح؟ بكل تأكيد نحن سنطلع الجميع على ليس فقط الراغبين بالترشح إذا كنت تقصد الراغبين بالترشح الآن الآن نحن أمامنا ثلاثة أيام اليوم وغدا وبعد غد نأمل أن لا يحدث شيء لكن يعني نحن نعلم بأنه حتى فحوصات كورونا يعني لا تأتي بسرعة ونتائجها لكن إذا حدث وتعرض أحد المراكز لعدوى وأصيب أحد الموظفين فمعنى هذا الكلام أنه سيكون هناك إجراء من قبل الهيئة نطلع عليه العموم نعم طيب أستاذ جهاد نتحدث بأيضا نقطة مهمة تحدث بأنه يمكن أن يرتفع عدد الإصابات وأن تسجل حالات في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية برمتها يوم الأمس شهدنا تسجيل أكبر حصيلة من الإصابات اليومية بفيروس كورونا للأسف كما ذكرت واليوم بدأنا بفتح باب طلبات الترشح ألا تعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يؤثر مستقبلا على موعد الانتخابات في حال استمرار تسجيل عدد كبير من الحالات وتضاعف الأرقام ليست المسألة ما أعتقد أستاذ علي أنا وغيري نحن نشعر بالخطر كلما ارتفع العدد لكن لدينا مسؤوليات نحن الآن نعمل على أمل أن لا يكون هناك حتى وباء كورونا يوم الاقتراع نحن نعمل وكلنا أمل بأن هذا الوباء سينحصر ولن نحتاج إلى لا تعديل يوم الاقتراع أو إعادة النظر فيه ولا تأجيل الانتخابات لكن مرة أخرى وكما تحدث معاني الرئيس أمس للمملكة أو أول أمس مسائل للمملكة إعادة النظر في موعد الانتخابات هذا وارد وتأجيل الانتخابات أيضا خيار وارد ولكن التأجيل ليس خيارا للهيئة وإنما هذا قرار الدولة الأردنية إذا حدث لا سمح الله وكان هناك انتشار شامل وحظر شامل فمعنى هذا الكلام أننا سنترك الأمر لصحب الأمر وهو جلالة الملك الذي سيتخذ القرار المناسب استنادا على مبادئ هذه الدولة التي تقدم صحة وسلامة الإنسان على أي شيء أخر الانتخابات ليست أهم من حياة الناس ولا أهم من صحة المواطن الأردني البسيط أما إذا كان هناك لدينا أمل بأن هذا الوباء قابل للانحصار وبأن توصيات لجنة الأوبئة ووزارة الصحة والجهات الصحية المعنية تطمئننا إلى حد ما وبأن تعتقد بأن خلال شهرين أو ثلاثة من يوم الاقتراع قد يتغير الوضع إذن فالهيئة مستعدة لإعادة النظر بيوم الاقتراع هذا ليس أمرا ثابتا معنا حتى تاريخ سبعة وعشرين واحد نستطيع قبل هذه الفترة أن نناور وأن نختار أي يوم نعتقد أنه يناسب وأنه لا يكون فيه انتشار الوباء خطيرا ونحن مرة أخرى كلنا أمل ونثق بجهازنا الصحي بأنه بالمحصلة سوف ننتصر على هذا الوباء لكن إذا استمر الحال فمعنى هذا الكلام أننا سنوكل الأمر لصاحب الأمر لجلالة الملك وسيتخذ القرار المناسب بهذا الشعل نعم أستاذ جهاد كما تحدثت لجان الصحية تعمل لجنة الأوبئة تعمل وبالتأكيد لديكم نقاشات دائمة معهم وحديث بالأرقام والحالة الوبائية هل هناك سيناريوهات دائما يتم الحديث بين الناس هل في سيناريو واضح بالنسبة لديكم بأنه في حال وصلنا إلى حالة وبائية معينة لن يكون هناك انتخابات أو سوف تتأجل أو سوف يتم إرجاء الموعد لفترة لاحقة في حالة محددة أيضا مرة أخرى المسألة ليست سيناريوهات بقدر ما هو قرار الدولة الدولة الأردنية بكامل مؤسساتها الآن ترصد هذه الحالة إلى أين سنصل ما هي فرصنا ما هي إمكانيات أن تستمر حتى الحياة الاقتصادية في البلد نحن الآن عمالنا من عطل المدارس الجهاز التعليمي يتعطل ويتصبح الدراسة عن بعد أيهما أهم من وجهة نظرك أو من وجهة نظر أي مواطن عادي التعليم أم الانتخابات الصحة الناس أم الانتخابات إذن هناك سيناريو واحد السيناريو الذي نعمل عليه هو أن نجرى الانتخابات حاليا ومقررا في عشرة داعش 2020 لكن هذا السيناريو قابل للنسف بكامل تفاصيله عندما تتعرض حياة الناس للخطر ويكون من الضروري تأجيل الانتخابات والسبب في ذلك أن الانتخابات فيها الكثير من التجمع والتجمهر والمجاملات وطبعا هذا لا يقتصر على الانتخابات بالمناسبة الآن نحن نشهد مخالفات جسيمة في مجتمعنا أعراس وعزيات واحتفالات على اختلافها وتجمعات انتخابية والحكومة في وقت ما سمحت بالانتخابات العشائرية وهي أخطر كثيرا من الانتخابات العامة لأن ما من جهة تشرف عليها وتديرها وتنظم هذه الانتخابات وبالتالي كانت هفوة كبيرة ويبدو أننا الآن أيضا ندفع ثمنها الانتخابات العامة ستكون منظمة ستكون هناك جهات تحمل عملية انتخابية وهذه الجهات الأمنية تلزم بمعايير السلامة العامة لا توجد فوضى بأي شكل من الأشكال وإن حدثت فستكون محدودة وفي مراكز محددة مناطق محددة بؤر ساخنة نحن نسميها لكن بالمجمل هذه عملية منظمة ومع ذلك وبالرغم من كل هذا التنظيم إذا شعرنا بأن الانتخابات ستكون مشكلة وأضع كلمة بين قوسين معنى هذا الكلام أننا سنعيد النظر بيوم الاقتراع ونعين يوم آخر نعم الأستاذ جهاد المومني الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات ونتمنى أيضا لكم التوفيق في اليوم الأول لفتح باب الترشع شكرا جزيلا أنا أعتكال فعفي شكرا